اسم الدرس أتعرف قابلية قسمة عدد صحيح طبيعي على اثنان وخمسة الجزء الأول أفهم يكون عدد صحيح طبيعي قابلاً للقسمة على عدد صحيح طبيعي إذا كان الخارج صحيحاً وباقي عملية القسمة مساوى لصفر يكون عدد قابلاً للقسمة على خمسة إذا كان رقم أحاده صفراً أو خمسة مثال ستون مئة مئتان وخمسة وعشرون ثلاثمائة وعشرون أعداد قابل للقسمة على خمسة يكون عدداً قابلاً للقسمة على اثنان إذا كان رقم أحاده زوجياً أي صفر إثنان أربعة ستة ثمانية مثال ستون أربعة وثمانون مئة وعشرون مئتان وثمانية وعشرون أعداد قابلاً للقسمة على إثنان أستحضر أولاً عدد كتب المطالعة التي يملكها طارق أكبر مضاعف مشترك للعددين ستة وتسعة المحصور بين ثلاثين وستين كما عدد كتب طارق الإجابة نقوم بالبحث عن المضاعف المشترك الأصغر لستة وتسعة من ثم ننظر في المضاعف المحصور بين ثلاثين وستين لنجده في النهاية أربعة وخمسين إذن أربعة وخمسون هو عدد الكتب التي يملكها طارق أستكشف ثانياً تقابل كل من ضياء وأمل مع الصديقين نادر وإشراق فاتفقوا على القيام باللعبة التالية ألف قانون اللعبة يختار كل طفل أربعة لافتات من مجموعة معروضة على وبرية كتب على كل لافتة عدد يتكون من رقم أو رقمين أو أكثر باء طريقة احتساب النقاط من يختار عدد باقي قسمته على خمسة هو واحد يفوز بأربعة نقاط من يختار عدد باقي قسمته على خمسة هو ثلاثة يفوز بنقطتين من يختار عدد باقي قسمته على خمسة هو أربعة يفوز بنقطة واحدة فيما يلي مجموعة الأعداد التي اختارها كل متبارن اسم المتباري أمل نادر ضياء إشراق الأعداد المختارة 314 13 72 51 119 250 84 105 275 30 15 220 98 59 117 326 227 عدد النقاط المتحصل عليها أعين الطفل الذي أحسن اختيار الأعداد وأعلّي الإجابتي الإجابة مجموع نقاط أمل 314 314 بقيها أربعة إذن أمل تسجل نقطة واحدة 13 بقيها ثلاثة وتسجل نقطتين 72 بقيها إثنان وتسجل ثلاث نقاط 51 بقيها واحد وتسجل أربع نقاط إذن مجموع نقاط أمل يساوي عشرة مجموع نقاط نادر 119 بقيها أربعة إذن يسجل نقطة واحدة 250 بقيها سفر إذن يسجل خمسة نقاط كاملة 84 بقيها أربعة ويسجل نقطة واحدة 105 بقيها سفر ويسجل خمسة نقاط إذن مجموع نقاط نادر يساوي 12 مجموع نقاط ضياء 275 البقي سفر ويسجل خمس نقاط 30 البقي سفر ويسجل خمس نقاط 15 البقي سفر ويسجل خمس نقاط 220 البقي سفر ويسجل خمس نقاط إذن مجموع نقاط ضياء يساوي 20 مجموع نقاط إشراق 98 98 البقي ثلاثة وتسجل نقطتين 59 البقي أربعة وتسجل نقطة واحدة 117 البقي اثنان وتسجل ثلاث نقاط 326 326 البقي واحد وتسجل أربع نقاط إذن مجموع نقاط إشراق يساوي 10 اسم المتباري أمل نادر ضياء إشراق الأعداد المختارة 314 13 72 51 119 250 84 105 275 30 15 220 98 59 117 326 عدد النقاط المتحصل عليها 10 12 20 10 ضياء هو من أحسن اختيار الأعداد لأن جميع أعداده قابلة للقسمة على 5 وبقيها يساوي 0 أستنتج قاعدة تسمح بمعرفة الأعداد القابلة للقسمة على 5 الإجابة الأعداد القابلة للقسمة على 5 هي التي رقم أحدها 0 أو 5 جيم اقترح نادر تغيير قانون اللعبة بتغيير القاسم 5 بإثنان أختار من بين الأعداد المعروضة سابقاً الأعداد المربحة في هذه الحالة وأعلّل اختياري في كل مرة الإجابة الأعداد المربحة بالنسبة لإقتراح نادر هي الأعداد الزوجية لأن باقي قسمتها على 2 هو 0 أستنتج قاعدة تسمح بمعرفة الأعداد القابلة للقسمة على 2 الإجابة الأعداد القابلة للقسمة على 2 هي الأعداد الزوجية أستنتج قاعدة تسمح بمعرفة الأعداد القابلة للقسمة على 5 و 2 في نفس الوقت الإجابة الأعداد القابلة للقسمة على 5 و 2 في نفس الوقت هي التي رقم أحدها 0 ترجمة نانسي قنقر